موضوع آخر الآن تتروح بورسة أسعار الأضاحمة بين 3 ملايين وال5 ملايين سنتيم حالياً ومن المرتقب أن تعرف زيادة مع اقتراب عيد الأضحى المباركة تفاصيل مع سلاف دعماش وإيمان عياش اختلاف أحجامهم يقابله اختلاف في أسعارهم أسعار يرى فيها الموالون أنها معقولة مقارنة بالمجهودات التي يقوم بها هذا الأخير طوال السنة كمالا دوموند نعرفه نقول لك احنا مولين ماتي ما زال احنا كي تبقى عشر أيام يبدأوا نسيجو عشر يدوكا يبدأوا يشوفوا يعرفوا ليبري باش يطمو دراهم وكذا ومعداتيك واشنوني فهمتك بالي صرفوا الناس من رمضان وما يصرفوا رمضان العيد صغير لفاقونس والدخلات على المسيجات سواسوا مع العيادة شوية صعوبات مش سهل مال هذا كمالإنسان لازم توقف عليهم صباح لاشية لازم يأكل لازم يشرب لازم يداوى فيه صعوبات عم بلك كنتي ولدك تخرجيه طبيب وانا ولدين خرجوا رأي يدي الحمر خيس مكاش منها مكاش منها هذه ارتفاع أسعار الكباش أرجعه أهل الاختصاص إلى دخول دخلاء وصباح سيرة على المهنة تقدر تلحق زوجملين زيادة ها زوجملين هذي في الرقيقة سما في الخرفان تحت 3 ملايين وصربع ملايين سحف السلعة الخينام يقولوا غير 12-14-14 أنا جرامي سمعت بيها أنا نبيع وكريف بـ 20 مليون ما نبيع كبش بـ 20 مليون نبيع عجمي ولا نبيع بقرة بـ 15 مليون هذي هي وماده بينا يحترموا الموالة ماشي يتسمى الموالي ربي ويتعب وبعد ذلك يجوا عباد يزيدوا سومة بزاف تلك ميش صييرة غير في الكباش صييرة حتى في نهرة حواج العيد صغير بزاف أمور وعلى بلهم بيها الناس وش نحن نطلب من الناس هذو يخللوا مولي الميتة يخدموا أسعار الأضاحي ورغم ارتفاعها حاليا من المرتقب أن ترتفع أكثر مع بداية العد التنازولي لعيد الأطحى الذي يقابله زيادة في الطلب